قال سير ديفيد مانينغ مستشار رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أثار مع بلير قضية العراق بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر بثلاثة أيام فقط وأشار مانينغ في شهادته أمام لجنة التحقيق في مشاركة بريطانيا في حرب العراق إلا أن بلير كان يؤمن فعلا بأن الحرب كانت مبررة كان سير ديفيد مانينغ الأقرب إلى تفكير توني بلير فقد كان مستشار بلير للشؤون الخارجية بين عامي 2001 و2003 ورفقه في المراحل الرئيسية في مشوار وضع خطة حرب العراق وفي شهر أبريل نيسان عام 2002 شهد مانينغ لحظة تعاهد بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش بالتكاتف حتى النهاية توقع بلير أن يساند أمريكا في النهاية لكن ذلك كان مشروطا بأن تكون الأمم المتحدة هي القناة المتبعة بعد ذلك بخمسة شهور وفي كامب ديفيد أصر بلير كما قال مانينغ على ضرورة أن يمر طريق العمل العسكري عبر الأمم المتحدة أذكر أنه خلال ساعتين طرح بلير القضية حتى إنه قال ربما تكون هناك حاجة لازتصدار قرارين دوليين وأوضح مانينغ أن بلير كرر هذا الموقف مرارا بلير شدد على أن المضي عبر الأمم المتحدة ضرورة مطلقة إذن ماذا حدث عندما فشل السعي للحصول على دعم الأمم المتحدة الصريح وجر بلير بريطانيا للمشاركة في الحرب حدث ذلك لأنه اعتقد بأن العمل العسكري هو الصائب كما اعتقد بأن كل الخيارات قد استنفدت كشف مانينغ أيضا أن بلير طلب من الجيش في شهر يونيو حزيران عام 2002 أي قبل الغزو بتسعة أشهر بحث خيارات الغزو العسكري ثم بعد سقوط صدام حسين توقعت مجموعة في البيت الأبيض حسب ما قال مانينغ أن يكون حال العراق كحال ألمانيا واليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية خرج السور ديفيد مانينغ من مقر لجنة التحقيق تاركا انطباعا بأن بلير وفق على المشاركة في الحرب ليس تأييدا للولايات المتحدة بل لأنه كان يؤمن فعلا بأن الحرب مبررة